وبفعل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر غابت أسماء طلبة غزة المتفوقين عن قوائم الأوائل في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 39 ألف طالب وطالبة حرمهم الاحتلال من التقدم لامتحان الثانوية العامة بسبب الحرب فمنهم من ارتقى شهيدا ضحية العدوان وآخرون انقطعوا عن التعليم بفعل الحرب وما تسببت به من تدمير شامل طالب بنية العملية التربوية ولا قدرنا نثبت جدردنا في توجيهه بسبب الحرب على قطاع غزة وما قدرنا نفرح أهلينا ولا حبيبنا ولا حدا حتى إحنا ما قدرنا نفسنا نفرح لأنه كان عنا طموحات وأحلام أن نحقيها قبل الحرب وفي خلال توجيهه لكن حرمنا من هذه كل الأحلام وطموحات بسبب الحرب على غزة الإبادة التعليمية سياسة إضافية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لتدمير النظام التعليمي الفلسطيني بشكل شامل والمحو المنهجي للتعليم من خلال اعتقالي أو احتجازي أو قتل المعلمين والطلب والموظفين وتدمير البنية التحتية التعليمية ليحرموا جيلا آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم مدمرين بذلك آمالهم وأحلامهم التي أصبحت ركاما فوق ركام مدارسهم فنحو خمسمائة طالب من الثنوية العامة ارتقوا شهداء في قطاع غزة فيما استشهد في الضفة الغربية عشرون آخرون خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر آب المنصرم وذلك وفقا لوزارة التربية والتعليم العالي في آخر إحصائية صادر عنها والتي أشارت أيضا إلى أن هناك أكثر من ثمانية آلاف شهيد في قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة وثلاثمائة وخمسين شهيدا من المعلمين والمعلمات فضلا عن المفقودين وهناك أكثر من 12 ألف وخمسمائة طالب جريح بينهم 2500 أصبحوا من ذوي الإعاقة كما دمر الاحتلال مدارس بشكل كامل وجزئي في غزة إلى جانب مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين لاحقان بفعل الحرب بلندين أبو حامد تلفزيون فلسطين